سنة كاملة على توقيع اتفاق سكولم ولا نتائج حقيقية على الارض اليمنية العالقة بين الحرب والسلم منذ خمس سنوات فالانباء الواردة من مدينة الحديدة تؤكد حدوث سلسلة اعتداءات تهدد مسار وقف اطلاق النار ففي كيلو 13 حيث رابط فريق من القوات المشتركة سقطت قذيفة اطلقتها ميليشيا الحوثي ما ادى الى مقتل احد افراد الفريق واصابة اخرين وفي قرية منظر تعرض احد افراد القوات المشتركة لاصابة خطيرة بعد محاولة قنصه بالتزامن مع حادثة قنص اخرى تمت في جولة سيتي ماكس استهدفت ضابط ارتباط مسؤول عن تموين نقطة مراقبة تابعة لفريق عادة الانتشار القصف المدفعي باتجاه القوات المشتركة لا يزال مستمرا وفق مصادر محلية افادت باتخاذ ميليشيا الحوثي من الاحياء السكنية في المدينة مواقع لاطلاق قذائفها في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيا بحفر المزيد من الخنادق وبناء الكثير من المتارس بالقرب من نقاط المراقبة الاممية كانت ميليشيا الحوثي قد منعت فريق منظمة الصليب الاحمر الدولي من دخول مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن المنع أتى لإفشال اتفاق أممي يسمح بإدخال قافلة غاثة لثمانين مدنيا محاصرا في الدريهمي تات اعتداءات الميليشيا الحوثية بعد يومين من انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي خلصت إلى حدوث تقدم في اتفاق الحديدة في مشهد يبدو أقرب للدرامة حيث يحتفى بالفشل اليمني كإنجاز دولي ترجمة نانسي قنقر